معا للهاتف الأستاذ الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق وإستاذ العظام أهلاً يا دكتور عادي أهلاً بيك يا فندم كل سنة أحداك طيب يا فندم كل سنة أحداك طيب تابعت معنا سيادة الرئيس نهاردة اجتماعه مع المجموعة الوزرية للحديث عن تدشين مجمع صناعي للأطراف الصناعية والإعاقات الحركية مساعدة من يعاني من إعاقة حركية وزي ما وزيرت الضامن دلوقتي قالت أنه ربما يكون عندنا من 1.5 مليون ل2 مليون بيعاني من إعاقة حركية ليس مسجل منهم إلا 620 ألف حتى الآن ومن ثم محتاجين مصانع ومحتاجين منظومة متكاملة تدور بشكل علمي واقتصادي لإصال الحق إلى مستحقية وإنت كان فيه تجارب قبل كده فيه أكثر من مناسبة وحضرتك يعني أستاذ العظام فبالتالي هناك تعليق لحضرتك بالتأكيد على هذه المنظومة وشرحها للناس من ناحية الطبية والفنية أولا كل عام أحضر لكم بخير أنا طبعا يعني أتكلم بصفتي كمتخصص في جراحة الأعظام وكمسؤول سابق عن الصحة أنا بعتبر أن اجتماع اليوم سيادة رئيس مع المجموعة الوزرية لبحث هذا الموضوع هو يأتي في إطار إحنا كلنا في مصر والعالم حولينا شايفه اهتمام القيادة السياسية بالإنسان المصري ورفع مستوى الخدمات المقدمة أن يتم السؤال والتدقيق في أصحاب الإعقاد ده بيضع مصر كدولة في مصاف الدول المتقدمة التي تعطي اهتماما لذوي الإحتياجات الخاصة لأن احنا حضرتك شوفنا سيادة رئيس وهو بيقعد مع أصحاب الهمم منذ أيام مجيزة والاهتمام أن كل عام بيقعد احتفال خاص لأصحاب الاحتياجات الخاصة وأصحاب القدرات الخاصة فطبعا أنا اللي بقول لحضرتك أن الإعقاد الحركية إحد أنواع الإعقاد وليس لكل الإعقاد لأنه فيه إعقاد سمعية وإعقاد بصرية إعقاد متعددة يعني تتنوع أسبابها من أسباب خلقية من أسباب من الولادة أسباب بتأتي بصورة بعد كده على مدار الحياة وأهمهم يعتبر هو الإعاقة الخركية اللي هي بتأتي نتيجة إصابات نتيجة حوادث وإحنا شايفين النهضة اللي في مصر فيه الطرق وده من شأنه أن يكون له تأتي الإيجابي على الإقاص نسب الحوادث أو الإعقاد اللي بتنشأ عنها طبعا اللي عايز أقول لخضيك إحنا مصر يعني من عام 54 لما نشأ أول مركز أو كان حجر الأساس وضع لمركز التأهيل اللي اتعط عليه اللي كان مسمى باسم المركز المحاربين والقدماء سنة 54 بعد الثورة وكان يعني معمول عشان ضحايا الحرب في حرب 8 ورمي صحيح ثم حدث تطوير وتحديث للبنية التحتية والتجهيزات في هذا المركز وتوالى عليه افتتاحات كثيرة وآخر افتتاح ليه كان في عام 2011 السيد المشيد قنطاوي رحمة الله عليه افتتح أحدث تحديث له وأنا يعني كان يشرفت أني كنت حاضر هذا الافتتاح لا عايز أقول لخضيك الإعقاد الحركية بتمثل عبء كبير على المجتمع وعبء على أصحابه وأن يكون هناك اهتمام من الدول المتقدمة لوضع تصور لحل مشكلة هذه العقاد الحركية بيسبب يعني بيكون ليه الأثر الإيجابي على دمج هؤلاء هذه الفئات في المجتمع وأن تتحول إلى فئات منتجة وليست فئات تمثل عائق على المجتمع ده في حد ذاته وبيزيد من أهمية يعني أصحاب القدرات الخاصة أصحاب الإعقاد لسبب أو لآخر أنه بيضع أمامهم أن بلدهم بتهتم بهم طبعا المشروع ده تأخر كثيرا بشكل رئيس بنفسه أوجه أن يكون هناك منظومة متكملة لأصحاب الإعقاد الحركية تتمثل في إنشاء مصنع على أحدث مستوى حضرتك العلم بيتقدم في هذا التخصص بسرعة كبيرة جدا ويوجد حلول لأصحاب الإعقاد الحركية بتجعلهم كالأشخاص الطبيعيين تماما لون أدنى مشكلة طبعا هناك مثلا مرض السكر المزمن وإذا كان فيه مشكلة في الأطراف اللي بتسبب تآكل في الأعظام الأطراف أو خلافهم بيحتاجوا برضو أجهزة تعويضية تساعد على أن يحرحاتهم بصورة طبيعية أنا بشوف أن نقل التكنولوجيا هو السر الأساسي في إنجاح هذه المنظومة وأيضا وجود طاقم يعني دارس ومتدرب تدريب جايد على إدارة هذه المنظومة شكرا سيد رئيس وجه أن الجامعات الجديدة يكون هناك فيها معاهد تعليمية لتخريج كوادر تستطيع أن تعمل في هذا المجال أنا شايف دي خطوة إيجابية عظيمة جدا جدا نقل التكنولوجيا ونقل التعليم والتدريب مما يعني يكون له الشأن الأكبر في إنجاح هذه المنظومة ويعني أكاسها على فئة ليست بالقليل في المجتمع كما أشارت السيدة وزير التطاقم الاجتماعي أن هناك نسبة قد تسب إلى مليون ونص أصحاب أعقاد حركية مسجل منهم عدد أقل من هذا بكثير الدمج أهم جدا الحصر والبيانات الاستقصائية لحصر هذه العدالة المنسيات الرئيس بيهتم بالتفاصيل جدا يعني لو أخذنا مثلا مرض الكلا يسأل دائما كم مريض كلا بيحتاج عمل جلسات غسيل كلا ومسلا على سبيل المسال فعايز أقول لحضرتك أن ده أبا مثل أنه هو انتصار وفتح جديد إلى فئة في المجتمع لهم قدر لهم أن يكونوا من أصحاب الأعقاد الحركية أن تهتم بهم الدولة وأن تضعهم نصد عيونها في دمجهم في المجتمع وتخصيص أصر هذه الأعقادة دكتور عادل برضو ده حماية لهؤلاء من الوقوح في براثن بعض المصانع تحت بير السلم غير المنظمة وغير متابقة المنصفات طبعا الأساس هو نقل التكنولوجيا الحديثة بوجود كوادر متدربة في معاهد تعليمية متخصصة ده من شأنه إنجاح هذه المنظمة بإذن الله أنا بشكرة جدا معالي دكتور عادل العدوي أستاذ العظام ووزير الصحة الأسبق متحدثا عن هذا المشروع الضخم الذي كان الرئيس بصدد توجيهات رئاسية للقائمين عليه اليوم ترجمة نانسي قنقر